أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية أن تصريحات الرئيس السيسي تعبر عن المشاعر الوطنية في مصر ورفضها للمجازر التي ارتكبتها إسرائيل في حق الفلسطينيين وأوضحت الحركة الوطنية أن تصريحات الرئيس السيسي هي تأكيد واضح وصريح على رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية وارتكاب نكبة جديدة في حق الشعب الفلسطيني مشيرة إلى أن هذا الملف لا يهدد فقط بتصفية القضية الفلسطينية نفسها ولكن تلك المحاولات من الممكن أن تهدد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل